اشتركوا في القناة اهل مدير ادارة اذونات الدخول في الادارة العامة لقامة شؤون الاجانب وكما تعلمون بان الادارة العامة لقامة شؤون الاجانب بالتعليمات من وزارة ايضا الداخلية ابتكرت تطبيق ذكي شامل على موقعها يمكن للشركات والمؤسسات ان ينجزون كافة المعاملات بدون الرجوع ايضا الى مقر الادارة او ساعات الافرع لكن يتم هذا اونلاين او على الشبكة كما يطلق عليه باللغة العربية خلونا نرحب برأي جاسم حياك الله الله حياك ابو عمر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي سيدنا محمد عالي وصحبه وسلم في البداية طبعا اصبح عليك ابو عمر واصبح على طاقم البرنامج وعلى جميع المستمعين والمشاهدين عبر اثير البرنامج حياك الله خلنا نبدأ يعني نعطي نبدأ تعريفية عن هذه الخدمة والهدف ايضا منها نعم طال امرك بخصوص موضوع الانلاين طبعا هذا النظام ذكي نحن اطلقناه من فترة يعني اكثر من يمكن سنة وكان النظام في البداية طبعا اختياري لجميع المؤسسات والشركات العاملة في الامارة وبناء على تعليمات سيدي ساعة اللواء محمد احمد المري مدير العام اطلقنا ان واحد تسعة يكون بداية للنظام يكون اجباري على جميع المؤسسات النظام جدا بسيط يعني الشركات والمؤسسات اللي تعمل في امارة دبيت سواء في المناطق الحرة او اللي لديها ترخيص من الدوارق الصادية في الامارة اتقدم بطلب الطلب بسيط جدا يتم تعباته من قبل صاحب المعاملة ويرفق مع صور الجوازات مع الترخيص الصالح يكون فيها صلاحية ويقدم لدينا بعد ان شاء الله ما يقدم الطلب يدفع رسوم المقررة قانونا ويفتح حساب في برنامج نقودي في بنك دبيت تجاري ومن ثم يتم اعطاء رقم سري نفس طريقة البنوك ورقم بالباسورد بالضبط بعد يكون موجود عنده سواء عند الكفيل او عند المخول اللي هو يخوله طبعا وبعد ما ياخذ هذا الرقم طبعا يتم ادخال الطلبات من قبل العميل في اي مكان كان داخل الدولة كان او خارج الدولة هذا الرقم يكون موجود عنده هو جهاز صغير يكون موجود يقدر يحطه حتى في مدارية المفاتيح لمعاه يودي معاه اي مكان كان في مكتبه كان في اي وقت ممكن ينجز اي معاملة سواء كانت معاملات اذنات دخول بكافة انواعه او اذا كانت اقامات للموظفين لدى المؤسسة او الشركة الآن لو خلنا نقارن يعني بين هذا النظام والنظام العادي اللي هو انه لازم الواحد يصل الى مقر مثلا من دارة العامل اقامة او شي كم من الوقت يعني اختصرته لهذا العمل نعم طال امرك النظام السابق طبعا كان النظام انك الشخص لازم يجيب الأوراق معاه يعمل طلب عند الطبعين يختمه من صاحب الشركة والمخول ويرفق معاه كل الأوراق المستندات المطلوبة ومن ثم ينتظر في الصف ياخذ دوره طبعا في الصف وينتظر دوره لحد ما يوصل للكاونتر وينثم ينجز المعاملة يعني كان المعاملة تاخذ ما بين يوم الى يومين الوقت الحالي عقب ما اطلقنا هذا النظام الحمد لله رب العالمين نظام ناجح جدا وفيه الحمد لله صدر لدى جميع فئات اصحاب الشركات والمؤسسات بالنجاح الكل يعني يشكر الحمد لله لدارة على هذه الفكرة يعني ومرتاحين فيها لان النظام جدا سريع مجرد ما هو يقدم الطلب نحن عنا موظفين يشتغلون 24 ساعة حتى عنا موظفين يعني يشتغلون حتى يعني خارج يعني اوقات العمل الرسمي وطبعا نتعارفين اوقات العمل الرسمي عنا من الساعة 7 ونص للساعة 8 بدون توقف حتى في الاجازات نحن عنا طبعا مركز خدمة العملاء اللي في مطار دبي يشتغلون 24 ساعة فكل المعاملات تنجز اول باول المعاملة يعني الحين اذا ما كان عليها اي جراءات اضافية ما تاخذ اكثر من 5 دقائق زين لو حصل يعني هذا اللي تعامل مع النظام في معوقات او نعم في خطوة من الخطوات يتم التواصل عن ايضا نفس العملية اونلاين ام يتم الاتصال نعم التواصل كله بيكون طالعا اونلاين يعني حتى لو فيه اي نواقص في لوراق المستندات هنو مقدمنا يا نحن نرد عليه بالنظام يطلع عنده في السيستم اللي عنده يطلع عنده مثلا هذا صورة الجواز غير واضحة مثلا الفحص الطبي غير مرفاقة البيانات غير صحيحة يعني اي نواقص تكون يعني من قبل الكافيلة والمدخل نحن على طول نبلغها فبالتالي هو يقوم بالتعدير ويرسلنا يا هامرة ثانية نزيل اذا نحن بس بنذكر لاخوة في الاذاعة لان التلفزيون شايفين ان الرايد جاسم اهلي مدير ادارة الذنات الدخول في الادارة العامة اللي قاموا شؤون الاجانب معانا الاذاعة نحن نقول بان الرايد جاسم موجود نحن نبغي ايضا نسمع عراءكم واتصالاتكم اذا كان تعاملتم مع هذا النظام وحابين انكم تعطوهم بعض الملاحظات على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد اربعة واحد ستة والرسائل على اربعة صفر صفر ستة وان شاء الله بنتصال بكم اذا كان فيه اي سؤال يتعلق بموضوع ايضا اللي نطرحها اليوم اللي هو للادارة العامة اللي قاموا شؤون الاجانب اللي هو تطبيق وانجاز كافة المعاملات اونلاين او على الشبكة خلال ثواني معدودة لان لخ يعني جاسم نعود للخطوات المتبعة للحصول على تأشيرة سواء زيارة واقامة او ما شابه ذلك وكيفية ايضا التعامل مع النظام نعم النظام طبعا بخصوص الاذونات الدخول طالة امريك طبعا نحن عندنا انواع كثيرة من اذونات الدخول سواء كانت سياحية او اذونات زيارة او اذونات عمل او اذونات عمل مؤقت او حتى اذونات متعدد السفرات او حتى الاذونات اللي صادرهم للبواخر السياحية حسب القرار الوزاري الاخير فالاذونات مختلفة عندنا الكفيل مجرد ما يقدم الطلب على طول التيل الموافقة فمثل ما قلت لك يعني في البداية نحن الموافقات عندنا يعني 24 ساعة ما في اجازات عندنا اربع ساعة عندنا موظفين يشتغلون الحمد لله ونرد على طول في نفس الوقت مجرد ما يعني صاحب الشركة وصاحب المؤسسة يتم ادخال اي نوع من انواع الاذونات او الاقامات في النظام نحن على طول نرد عليه بالموافقة او بالنواقص او بالرفض اذا كان رفض من اي جهة من غير جهاتنا نحن يعني حتى نحن النظام هذا مربوط بادارة القائمة السوداء في ادارة التحرك بواحثة جنائية اللي في الدولة مربوطة حتى بادارة جهة ثمن الدولة للتدقيق على جميع المعاملات مربوطة حتى بهيئة الصحة بدبي مربوطة بوزارة الصحة مربوطة حتى بوزارة العمل عندنا اللينك كامل مربوطة بدارة اقصادية عندنا في الامارة عشان عدد المكفولين والرخص حتى يعني اغلب الاجهزة اغلب الادارات الموجودة في الامارة الحمد لله بالعلم نحن رابطين معهم فبالتالي كل هذا عشان تسهيل للمتعاملين هو ان يكون يعني المعاملة تنجز في اسرع وقت ممكن نعم زين يعني في بعض الاسئلة في ما يتعلق ايضا بيعني هذا النظام لكن نحن عندنا ايضا اسئلية ممكن نطرحها من خلال البرامج وبعد ذلك يعني بالنسبة للمبلغ مثلا اوفاة اعتماد للبنوك هل هو محدد ام ان هذا يكون مبلغ مفتوح المبلغ طال امرك انت متى ما تفتح حساب في البنك تودع المبلغ اللي انت تريده يعني لان متى ما قدمت اي طلب طلب رسوم الطلب ينخصم من المبلغ اللي انت ودعته اول ما طبعا انت يبين عندك في النظام انك مثلا انت ودعت عشر تلاف درهم في حساب الشركة نفسه على عدد المعاملات اللي يتم انجازها من قبلك يتم خصم المبلغ اوتوماتيك من النظام هذا وبالتالي متى ما يعني المبلغ هذا استنفذ وما تم في شيء اوتوماتيك يبين عندك على اساس انك تودع مبلغ اخر طبعا هنا في سؤال لكن انا اعتقد هذا السؤال لي يعني الادارات الاخرى ويتمنى يعني ان الادارات الاخرى ايضا تقوم بعملية تطوير نفس الخدمات الموجودة يعني سؤالي هل تأتي بعض الادارات لكم للسؤال عن هذه الادارات طبعا اكيد فيه زيارات بين الادارات اللي سوان في الامارة او الادارات الاتحادية لتبادل الخبرات بيننا وبينهم يعني هذا شيء دائما انحنا نتعامل معه سوان نحن كادارة العامل اللي قام شون الاجانب او حتى الادارات الاخرى اللي في الامارة او خارج الامارة يعني نعم من زيء هذا نعيم بيقول تحية لظيفك العزيز وشكرا لادارة العامة لقامه شؤون الأجانب والقايمين عليها وفعلا نحن نعيش في بلد بدل أن تذهب الحصول على الخدمة أصبحت تأتيك لعندك أينما كنت في أي وقت فشكرا لكم مشكور يا نعيم يقول الأستاذي بعمر ممكن تسأل الضيف تحديث بيانات تجديد الرخصة وتجديد بطاقات المندوب والمنشعات وتعديل وضع المقيمين بباقي الإمارات سابقا هذا السؤال يعني ما أعرف إذا ممكن تسأل الضيف عن تحديث بيانات تجديد الرخصة نعم نحن مثل ما خبرتك خيب عمار طبعا تحديث البيانات نحن أنا ربط بيننا وبين الدار الاقتصادية في إمارة دبي متى ما الرخصة تجددت من قبلهم النظام يعكس أنه يبين أنه في نظامنا أنه رخصة الشركة الفلانية تم تجديدها حتى أنه ربط مع وزارة العمل بعدد المقفولين على المشآت اللي عاملة بالإمارة نعم واحد يقول شو اسم البرنامج برنامج الونلاين قصف يعني نعم برنامج الونلاين نعم في سؤال يمكن هذا عادل يقول السلام عليكم أنا يقول قيدي من بوظبي وأرغى في استخراج إقامة من إمارة دبي لابن شقيق زوجي هي مواطنة والشخص من الجنسية كذا هل يمكن تقديم الطلب أنت طالع عمرك تقديم الطلب نحن دولة وحدة الحمد لله يعني قيدك سواء كان من إمارة أبوظبي أو من إمارة دبي أنت بإمكانك تقدم في أي إمارة بغاية نحن دولة الإمارات نحن ما عن نقول أنت في بوظبي أو في دبي ما دام أنك انت مواطن فأنا أعتقد أن الأسهل لك يعني هذا من ناحيتي في إمارة أبوظبي إلا إذا كان يعني فيه يعني الجنسية التي أنت بتيبة أو مثلا الشخص التي أنت بتيبة يعني مثلا عليه لا سمح الله قيدة أو شيء فهذه أمور أمنية نحن ما نقدر يعني لا أننا نحن ولا في بوظبي يعني يقدرون يأخذون فيها أي إجراء زين كذلك يقول فيه سؤال آخر الدفع لماذا لا يوجد خيار الدفع بالبطاقة البنكية الشخصية طالع أمريك نحن عملنا نظام أفضل من نظام الدفع الدفع أوتوماتيك يتم أنت تفتح حساب في البنك الحساب هذا لك أنت للشركة نفسها يعني هو يعيد فيها مبلغ باسم الشركة أوتوماتيك نحن نظامنا مربوط بهالحساب متما هو يطلب أي طلب سواء إذن دخول أو إقامة يتم خصم المبلغ من هذا الحساب يعني ما بيحتاجه في كل مرة لازم يحط بطاقة أو يسحب أو البطاقة هاي تضيع لا سمح الله أو يعني تكون في إيد شخص غير أمين مثلا يستعملها أو يسحب منها لأغراض أخرى أنا بس بنوه للأخوة في الإذاعة بأن معنى الرائد جاسم أهلي مدير إدارة أذونات الدخول من الإدارة العامة لإقامة وشؤون الأجانب يتكلم طبعا عن أيضا إنجاز المعاملات عن طريق الأونلاين أو على الشبكة خلال ثواني لتسهيل أيضا هذه المهمة وعدنا الأرقام اللي هي 6-0-5-5-5-4-1-6 أو الرسائل على 4-0-6 الآن في سؤال بالنسبة للأونلاين هي فقط للشركات لماذا لا تكون أيضا الأفراد؟ إن شاء الله قريبا سيتم إطلاق برنامج رؤية الإمارات اللي بتكون شاملة وعاملة لجميع الأفراد والمؤسسات اللي عاملة في الدولة وليس في الإمارة على مستوى الدولة بيطلقها إن شاء الله سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد ناب رئيس مجلس وزراء وزير الداخلية الله يحفظها إن شاء الله قريبا إن شاء الله بيتم إطلاق البرنامج هذا إن شاء الله بيكون شامل للأفراد والمؤسسات إن شاء الله هذه رسالة من سعيد لهويد يقول ما شاء الله الخدمة يقول ما عليها زود وانت رقم واحد إياك الله يا سعيد شكرا لك زين الآن نعود لهذه الخدمة الأونلاين وأيضا هل يعني فيه أوقات استخدام معين لهذه الخدمة والتي تكون 24 ساعة في طال أمرك هاي الخدمة يعني موجودة عند صاحب المعاملة متى ما هو يبغي يقدم الطلب في أي وقت إن كان نحن على طول نرد عليه يعني في نفس الوقت الرد يتم عليه يعني حتى عقب الدوام الرسمي نحن عنا موظفين يشتغلون يمكن أن تسمعونه قبل فترة نحن أطلقنا برنامج العمل من المنزل اللي أطلق سعادة اللواء محمد أحمد المري المدير العام بالإدارة واللي لاقى صيد جدا يعني جميل خلال الإدارات الأخرى والحين إن شاء الله في صدد أن يعني يعني البرنامج هذا يزيد أن عدد من أخواتنا السيدات يعملنا لعندهم ظروف صحية يعملنا خارج أوقات الدوام الرسمي في البيوت والإنجاز طبعا نحن عملنا إحصائيات طرح الإنجاز الحمد المضاعف عن الإنجاز اللي كان يدونه خلال أوقات الدوام الرسمي زين في هنا سؤال صباح الخير نشكركم على التطوير المستمر قدمنا على الأونلاين ولكن لازلنا نستكمل إجراءات هل ممكن إعطاءنا مهلة شهر بالعمل على النظام القديم لحين استكمال الإجراءات نعم طالعا من بناء تأليمات سيد المدير العام طبعا صح أننا بدأنا من تاريخ واحد تسعة التطبيق على هذا البرنامج بس أي شخصة أو أي مؤسسة قامت بالتسجيل في هذا النظام حتى لو إجراءاتها لم تستكمل نحن ننجز معاملته بس يثبت لنا أنه جاب لنا ورقة التسجيل أنه قدم أو سجل في هذا البرنامج معاملات الناس لا توقف نحن ننجز معاملات الناس كلها لا نتم نعرق المعاملات الناس أنا شاكر حضورك الرائد جاسم أهلي مدير إدارة إذونات الدخول في الإدارة العامة لقامة وشؤون الأجانب في دبي ونتمنى لكم إن شاء الله دائما التوفيق إن شاء الله الله أستغلق مشكور يا بانده